من الكلمات اللي أول ما بنشوفها إحنا السيتات على السوشيال ميديا أو في أي مكان بتلفت نظرنا على طول هي كلمة سكين كار وطبعا لأننا بنحب جدا نهتم بصحة بشرتنا لكن المشكلة أن بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة ما بقيتش متوفرة زي الأول وحتى لو متوفرة ممكن تبقى أسعارها غالية جدا دفعتنا النهاردة حاولت أنها تحالي المشكلة دي وأنها تستبدل المكونات اللي بنلاقيها في الكريمات المستوردة بالحاجات الطبعية وطبعا أحيانا كمان بتستخدم الحاجات المنبرة لكن أكيد هيكون أفضل كتير جدا لو عرفنا وأخذنا منها تيبس عن الحاجات اللي هي بتستخدمنا خلينا نشوف الفيديوز بتاعتها بتحقق إزاي نجاح كبير قوي على السوشيال ميديا لكن الأول من ورانا في السوديو خبيرة التجميل سارة صعبة إزايك يا سارة؟ هاي إزايك؟ عامل إيه؟ الحمد لله دمان إزاي بتديت يا سارة؟ أول سؤال لازم أسأله لك أنت إيه اللي خلى الموضوع عسيسا يدخل في دمانك؟ بوسي أنا ابتدت يعني بالصدفة يعني كايندوف بالصدفة كنت يعني بعد ما خلفت وكت قاعدة في البيت في الفترة دي ما كنتش بشتغل ابتدت أجرب حاجات على نفسي موجودة عندي في البيت فزي ما بيقولوا DIY أو do it yourself أعمليها بنفسي؟ أعمليها بنفسي بالزبط فابتديت أعمل حاجات مسكات في البيت أستعمل زيود طبيعية أقرأ كتير على النات وأحاول أفهم إيه اللي بينفع البشرة الدهنية إيه اللي بينفع البشرة الجافة إيه اللي ممكن أستعمله حاجات طبيعية عشان الحبوب بدل ما مثلا أستعمل كرام موجود في الصيدليات يكون فيه كاميكلز مثلا بس مرة في مرة ابتديت أستعمل الإنستجرام بتاعي كأنه personal blog وابتديت يعني أبتدي حط الأفكار أو الحاجات اللي أنا بجربها في البيت لقيت رد فعل كويس قوي من الناس أصحابي ولقيتهم ابتدوا يشجعوني وبتدوا يشجعوني طب ليه صار ما تعمليش الحاجات دي في البيت ونبتدي نجربها منك طب ليه ما نجلكيش وتعمل لنا المسكات مثلا اللي أنت بتكتبي عليها صحباتهم بأو عزيني استفيله وابتدينا كده فعلا الموضوع في البيت وابتدوا يجولي ونجرب مع بعض ودي تقولي أنا لقيت ده كويس ده مش عارفة حسيت أنه فعلا التكركم فتح لي تحت عناية مش عارفة الموز لما استعملته حسيت أنه هو شد بشرتي العسل مش عارفة عمل فابتديت كلنا تربينا على الزبادي بالعسل بالضبط يعني كلنا في بيت أهلينا وجدتنا ومش عارفة إيه كلهم كانوا بيعملوا الحاجات الوصفات الطبيعية دي وفيه عندك في بلاد كتيرة قوي في شرق أسيا وفي حتة مختلفة يعني عندهم الثقافة دي وكمان عارفة دلوقتي مع الكاميكلز الكتير اللي بقت موجودة حوالينا في كل حاجة فيه ناس كمان لما يعني بيتعرضوا لحالة صحية مثلا بيبقوا خايفين أنهما يستعملوا أي حاجة ممكن تضرهم فبيحبوا يروحوا للحاجات الطبيعية ده مش معناه أنه احنا بنستغنى عن الحاجات البروفيشنل الفارماسوتيكل اللي موجودة يعني في برانس الحاجات اللي موجودة في برانس جوه الصيدلية بتتبيع زي ما هي بالضبط أو فيها انجريديينتس اكتف احنا أو يعني ما نقدرش نستبدلها أو نستغنى عنها بس وبعد كده مرة في مرة ابتديت طب أنا عايزة نمي الموضوع ده طب أنا عايزة أدرس الموضوع ده طب أنا عايزة يعني أخذها مرحلة تانية مرحلة تانية أكبر فسفرت تايلند رحت أكاديمي هي من أشهر الأكاديميات العناية بالبشرة والسبا يعني كل الفاسيليتيز وكل الخدمات بتاعت السبا في بنكوك رحت عقعد ثلاث أسابيع أخذت الكورس ولما رجعت ابتديت ستاب باي ستاب وحظي كان حلو أن أنا كان عندي ناس أصحاب ده كاترة جلدية وكانوا بيفتحوا المكان بتاعهم الجديد طلبوا مني أن أنا أبقى معاهم طبعا استفدت منهم جدا لأنني تعلمت حاجات أنا عمري ما كنت متخيلة أن أنا ممكن أبقى يعني إكسبوز ديها أو أقدر أشوفها وأتعلمها وأجربها واستمرت من هنا وطبعا لازم طول الوقت الواحد ياخد وياخد كورسات ورش عمل بالزبط إن هو يكبر الموضوع ده ويناميه فبقيت بس تعمل حاجات طبيعية وطبعا بس تعمل براندز بروفاشنل في الشغل بتاعي طيب إحنا عايزين نسرق منك بقى كده كام تيب يعني قولنا الأول أول حاجة عملتيها من الحاجات اللي عملتيها وديتيها لصحابك في البيت لأ بوسي هي ماسكات أوكي أوكي يعني دينا بس شوية حاجات نعمل إيه بوسي ماسك مثلا يشد الوش غير العصر بوسي كناتيرل كناتيرل إنجريدينت دايما يقول لك الموز الناتيرل بوتوكس وهو فعلا ليه إفكت كأنه بوتوكس طبيعي بالزبط يعني بخلطه مع معلقة عصل طبيعي الموزة نفسها ولا إشراها؟ لا الموزة أوكي لا إشراها حاجة تانية إشراها أنت ممكن تعملي زي سكراب لوشك لوشك بيها تاخدي القشرة ومن جوه دهرها اللي هو من جوه آه من جوها وممكن تعملي بيه سكراب لوشك أوكي ده بيعمل إيه؟ ده بيشد البشرة أوكي بيديكي الإفكت بتاع إنها تبقى مجدودة وطايت فبصي من أنجح الدي آي واي ماسكات اللي عملتها في البيت هي كانت الموز بالعصل آه الموز بالعصل برضو بيشد آه بتخلطيهم كويس قوي مع بعض بيبقوا عاملين زي البيس وبفرشة اللي هي زي فرش الرجاجو أو الماسكات بتبتدي تتوزعينها على وشك وطبعا كله يبقى في اتجاه لفوق أوكي أوكي وبتسيبيها ممكن 20-25 دقيقة لغاية لما أنت بتحسي إنه وشك تشد ووشك تشد وبعد كده بسفنجة أو بقوطنة بتبليها كويس بمية دافية بتقولي بتشيليها بس طيب والحاجات دي ممكن تفضل قاعدة قد إيه وقت يعني مثلا أنا هعملوا مرة هحس إنه هو مديني الإفكت أو إنه هو مخالي وشي مشدود لفترة قد إيه؟ بوسي هتحسي بالإفكت لمدة ممكن أسبوع مش أكتر من كده بس هو عمره ما هيدر إن أنت ترجعي تعمليه يعني فاهمة إن أنت هتعمليه نفسك وهتعمليه في بيت في وقتك اللي فاضي ممكن بالليل وإنت بتتفرجي على التلفزيون ممكن الصبح وإنت بتعملي حاجة في المطبخ يعني فاهمة قصدي دي سهولة الموضوع إن أنت ممكن تجربي طبعا أنا فيه ناس بتختلف تماما مع الكلام اللي أنا بقولهولك بس ليه بيختلفوا يعني؟ يعني ممكن يبقوا حاسين إنه ملوش أهمية ملوش أهمية أو ملوش فايدة حقيقية بس ليه لا؟ إحنا قبل ما نبتدي تصوير عادنا أنا وإنتي مع بعض بنتكلم عن قد إيه إنه أمهاتنا وجدتنا عمرهم في حياتهم ما كانوا بيحطوا حقا في وشهم أو ما كانتش لسه ما كانتش الحاجات دي موجودة ولا المكان ولا البوتوكس ولا الفيلج وبالعقص هو ما وشهم كان يعني سنهم مش سنهم بس بوسي أي حاجة زي دي يا ريهام هتلاقي دايما الناس بتختلف عليها يعني عمرك ما هتلاقي الناس كلها متفق على نفس الحاجة زي إحنا في الكام سنة اللي فاتوا سمعنا عن الطب البديل أو اللي بيسموه هوميوباثي فيه ناس بتدرس العلم ده وفعلا بيجيب نتيجة وأنا شخصيا جربتوا مع أولادي وجربتوا مع نفسي ولقيت إن في نتيجة في حالات معينة لأ بيمشي 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 كويس قوي هتيجي هتلاقي دكتور هيقولك لأ ده الكلام ده مش حقيقي والكلام ده فوارد إن يبقى فيه اختلافات في الرأي أو الإثباتات العلمية في الكلام ده بس في الآخر أنا اللي أنا بعمله ما هواش حاجة هتضر يعني هيا لو ما فدتكيش قوي زي ما ممكن يفيدك الحقن أو يفيدك المكن والكلام ده كله فعمرهم هتضرك عمرهم هتعملك حاجة هتأذيكي يعني فيه حاجات ما تقدريش تحطيها على وشك يعني أنا ضد مثلا اللمون إنه يستعمل على الوش أو الخل بس أوكي على الجسم بسمع إن اللمون أوكي يتحط في مثلا فيه ناس يعني فيه ناس بتقولك ممكن باللمون على الإيدين أو يعني الرجلين أو حاجات كده والدوافر والدوافر طبعا وكده بس على الوش مثلا أنا ضده مش كل حد يستحمله كمان لا وصعب لا ده ممكن فعلا يعمل يعني ري اكشن مش كويس عكسي فهمه بس طيب أنا عايزة بقى أسألك على حاجة دلوقتي الواحد مثلا هيروها عند صغيرة النهاردة هو بيبقى عارف هو عايز يعمل إيه النهاردة في وشه ولا أنت بتشوفي وشه وبتحددي هو محتاج إيه بوسي بتبقى على حسد بيبقى عندي ناس بتبقى جاية عندها awareness جامد قوي هي مثلا حاسة إنها عندها بقى من الشمس عندها حبوب عندها يعني خطوط تحت العين تحت العين أو حاجات كده فبتبقى عارفة إن ده الconcern الأساسي بتاعها وكل حاجات اللي أنت قلتينها دي أساسا مش حاجات بتاعت حقن بس بوسي أنا بستعمل ماسكات وبستعمل كريمات وبستعمل حاجات يعني حاجات professional وحاجات برندات كبيرة في أوروبا وأمريكا هي برضو اللي بشتغل بيها الأساسي عندي جزء من الكلائنس بتوعي بيحبوا إن هم ييجوا كل شهر أو مش عارسة إيه بتطلب مني بالاسم أنا عايزة أعمل المسك الفلاني ده اللي أنت عملته الحاجات الطبيعية هي بقى في الأول خالص ما رحيت لك هي كانت جربته وحبت النتيجة وكان بالنسبة لها كويس قوي وحظت إنه جايب معاها فايدة فتطلبه هي بس أنا لو بكلمك على skin treatment يعني specific قوي ويعالج حاجة قوي زي التصبغات أو زي الحبوب لا أنا بستعمل حاجات active ingredients very concentrated and very professional I was trained يعني اتمرنت إن أنا اشتغل بيهم وليها system وليها sequence معين في الاستغدام طب يعني أنا دلوقتي عايزة أروح عند صارة وأنا لسه مش عارفة أنا هعمل إيه في وشي أنا مش عارفة بس عايزة عامل حاجة تخليني مثلاً اللي هو أحس إن أنا وشي مشدود وعايزة إن هو يبقى وشي شكله أحلى ومنور أكتر ولونه مش مبقع مثلاً أنت تقدر يتعملي كل الحاجات دي كل الحاجات دي وبحس الفاكت بتاعها بعد قد دي لا في حاجات ممكن تحسي بيها instant وفي حاجات ممكن تبقى زي course جلسات يعني مثلاً التصبغات course من أربعة لثمانية ساشنز والساشن لازم تتعامل كل خمستاشر لعشرين يوم وفي بعض الأحيان بكتبلك على كرام لنفس المنتج اللي أنا بستعمله دي بتبقى الهوم كار تعمليها في البيت لا هي بتشتري الكريم ده من الشركة وتروحي تعمليها لنفسك في البيت بعد الساشن وهي لازم تستعمل الكريم ده مثلاً يومياً الصبح وبالليل ففي حاجات بتقول نفس الحكاية مع حب الشباب أو الأدلت أكني الحبوب اللي بتطلع علينا لما بنكبر ما إحنا يعني حب الشباب ممكن يبقى في سنة صغير وفي حاجة سماعة أدلت أكني بتحصل بسبب الهرمونات والسترس والتغييرات اللي بتحصل لنا يعني في الاربعينات وفي التلاتينات وكده أنا سألتك السؤال بتاع اللي هو هيباني على طول ولا أقا لأن أنا عاملالك فالو على البيتش بتاعك وأكتر حاجة باخد بالي منها يعني ممكن أكون مش بركز قوي هو إيه اللي بيحصل بالضبط اللي يعني مش بفهم في الحاجات دي أه نفسي إن أنا طبعا أبقى شكلي حلو واخد بالي من نفسي وكام ده كله بس أكتر حاجة بياخد بالي بينها قد إيه الناس أول ما بيقوموا ويروحوا يبصوا في المراية بيحسوا السعادة اللي على وشهم يسارة أنا يعني بحس إنهم خلاص قربوا يعياتوا من كتر ما هم مبسوطين إزاي هم روحوا ودخلوا بشكل معين وطلعوا بشكل تاني خالص وبيكونوا مبسوطين بطريقة يا جماعة لو بجد عايزين تروحوا وتتفرجوا على ناس قد إيه مبسوطة ودخلوا على الأكاوت بسعصارة من كتر ما هم بجد بيكونوا مغدودين إنهم مش مصدقين قد إيه هم مبسوطين للتعامل يعني فرحة مش طبعية وبوسي لازم برضو أقولك على حاجة تانية في الكورس اللي أنا أخدته في تايلند هم أعلمونا الفيش المساج أو المساج بتاع الوش ده لي كزا نوع في اللفتنج أو اللي هو بيشد البشرة وفي الدرينج، الدرينج اللي هو بيتخلص من السموم بتاعة البشرة اللي إحنا بنتعرض لها طول الوقت وفي حاجة اسمها ريفليكسولوجي ده علم ريفليكسولوجي أكيد بتسمعي عنه في الفوت أو القدمين ريفليكسولوجي بيقولوا إنه هو كمان ريفليكسولوجي بيكون بيأثر على الظهر والإيدين أيوة إنه مطوق يعني كل بوينت مثلا في وشك أو في الأدم متوصلة بأجزاء من الأورجنز بتاعة جسمك بالكبد وبالكلة والمعدة 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 كله كله فده it's a huge thing حاجة كبيرة جدا علم كبير طبعا فأنا برضو أخذت workshop على الفيس ريفليكسولوجي فده بيساعد على إن البشرة تحسي إنها مش مش منتفخة بس يعني بلومت يعني تعارفة مليانة تحسي إنها وردت كده أو يعني عارفة من الموفمنت والتكنيك بتاع حركة إيديكي لمدة مثلا على حسب مدته ممكن من عشر دقايق ممكن لغاية نصف ساعة المساج يبقى أنا ما بعملش جلسات مساج لوحدها هي بس كلها مع الفيشل فده برضو بيفرق بيفرق في الإكسبراشن لينز الخطوط التعبيرية بتاعت وشك فعشان كده لما الناس بتقوم بتبص على المراية فبتحس إن العين تشدد بتحس إن الحتة دي تشدد بتحس إن القورة الخطوط الرفيعة اللي فيها حصل فيها زي اتملت أو تايتن تايتن طب وتفتكري يا صورة الموضوع ده يفضل قد إيه يعني أنا مثلا رحت عملت جلسة وعملت الجلسة دي معيكي هفضل مبسوطة بوشي كده بوشي هو طبعا الفيشل نفسه بياخد من أربع لستة أسابيع أوكي لحد ما يروح إه إنتي محتاجة تعمليه كل أربع لستة أسابيع يعني إنتي مفروض يتعامل من أربع لستة أسابيع وعلى فكرة مش كل فيشل لازم إن أنا كون بطلع البثور السودة والكلام ده كله واستعمل حاجات عشان ده اللي احنا عافينه من زمان إه يعني فيه أنواع بشرة ما تستحملش ده إنه يتعامل باستمرار وفيه ناس مش محتاجات يعني فيه ناس هتقاط قدامك إنتي مش هتعمل لها حاجة إنتي ممكن تعمل لها إكسفولييشن أو تستعملي حاجة زي إنزيمات اللي بتبقى متركبة في سكراب معين أو في ماسك معين دي بتشيل كل الحاجات دي والحاجة التانية أنت كنت تسأليني هي قد قد المساج الإفاكت بتاعه مش بيطول مدة طويلة عشان كده أنا دايما وإنتي أكيد لو بتبصي على البيج دايما بنصح إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نعمل مساج لوشنا في البيت طبعا ممكن يبقى صعب بالإيد يعني أنا شوفي مش أنا بشتغل على إيد أنا ممكن أبقى صعب إن أنا أتحكم أعملهم نفسي على طول ففي أدتين وهم أصلا في الأصل الصيني يعني هي it's a Chinese method براند ولا إيه؟ لا لا مش براند حاجة اسمها طريقة عزيزة رولر طريقة الصيني هي بتبقى زي رول معمولة بأنواع حجر مختلفة في ناس عندها البليف بتاع الأحجار الكريمة في ناس بتصدق في الحاجات الأخبار الكريمة إن اللي لهم أنيرجي والأنيرجي دي بتأفكت يو إن جود ويي على حسب المشكلة اللي عندك فالرولر دي في منها نوع من الحجر اسمه روس كورتز وفي نوع اسمه جيد ده اللي هو بتستخدمي عشو نعمل بي مساج تعملي بي مساج وفي حاجة تانية اسمها جواشة جواشة دي عاملة زي على شكل قلب برضو بتتعامل من نفس الستونز وممكن من الأونيكس ممكن من اللابيس اللي هو لونه أزرق كحي غامل بس من غير كل الحاجات دي ممكن تعمليهم على وشك بالأيدين عادي بالظبط ممكن كل يوم بعد ما تحطي الكرام بتاعك أو السيرم تستعمليهم هتحسي إنها بتشد وبتفرد وشك وبتعمل بلوت سيركوليشن يعني برضو من الحاجات المهمة خلي الدم ييمشي في الوش دائما أنت بيقولك لما بتمشي ده بيجري الدورة الدموية طب أنت الدورة الدموية بتاعت وشك وكل اللي موجود في وشك دمه هو محتاج برضو إنه هو يتنشط من الوقت للتاني طيب سورة عايزين نعرف منك إيه هي التيب اللي ناخدها علشان نعرف الروتين اللي المفروض أعمله لنفسي عمتا في حياتي كل يوم بسي هو وفاري سيمبل وفاري بإيه بيسيك من غير ما أقولك العشر اتناشر العشر اتناشر خطوة أوكي؟ هي لازم كل يوم صبح وبالليل تخسلي قشك لازم طبعا أهم حاجة أن أنت تبقي فهمة نوع بشرتك إيه هل أنت بشرة جفة مختلطة جفة حساسة يعني فعشان تقدري تشتري المنتج على حسب نوع بشرتك وطبعا إيه اللي بيساعدك في كده ممكن الدكتور الجلدية اللي أنت بتروحيله أو لما حد بيجيلي بقدر أقوله أنت أحسن تستعملي ده لكذا وده لكذا فبتخسلي وشك صبح وبالليل وبالليل ده مهم جدا أن أنت طول اليوم بتتعرضي تراب لتراب وميك أب ومش عارفة إيه كل الكلام ده هتدخلي تنامي بيها يعني هتأذيكي بشكل مش طبيعي أن أنت مفروض أن السلس بتاع بشرتك دي بتجدد والخلايا بتجدد نفسها بالليل فلما ده يتعامل على بشرة نضيفة أحسن من تبقي نايمة فياريت ما يكونش في أي حد بينام بالميك أب بتاعه بالليل دي أكتر حاجة كارثة في ناس كتير جدا بتكسل تشيل الميك أب وده بيعمل مصيبة لازم نمسح الميك أب بالضبط تاني حاجة ودي بالنسبة لي سحر هي مية الورد بس أهم حاجة أن احنا نتأكد أن مية الورد طبيعية لأن فيه أنواع مية الورد بيبقى متضاف عليها كحول ومواد حافظة وبتبقى لونها مش لون يعني مية الورد ملهاش لون إزاي نعرف بقى يا صار؟ وإحنا بنشتريها بنبص على أي مكتوب يعني؟ غير بصي أنت مع الوقت بتبتدي تعرفي من المركات أو البرانز اللي بتبيع حاجات طبيعية وفي حاجات تانية بتلاقيها بقى لونها بينك لونها روز جامد يعني لأ ده هي اللونها ما بيبقاش كده بيبقى فاتحة شواء لأنه ده تقطيره طريقة معينة بيعملوه للورد البلدي مفروض ميني علشان يعملوا منه المية دي أنا استخدمتها مرة قبل كده قعدت شهرين كل يوم بعد ما أغسل وشي أستخدم مية الورد بالضبط أنا مش بغذر ويعني أنا قعدت فترة طويلة جدا طبعا الواحد بينسى بعد كده أنا دلوقتي في تقارت أول مرة أواح أستخدمها بس جد أنا وشي أحمر زي الوردة يعني الحتة دي أحمرك جدا لا هي بوسي هي يعني دي ممكن تكون حاجة حصلت معاكي بالصدفة بس هو هي بتعمل انتعاش للبشرة بتزبط درجة الرطوبة بتاعت البشرة بتعمل انقباد للمسام بتاعت الوش وطبعا دي يعني وصفة طول عمرنا بنستخدمها بنستخدمها وأنا كنت بشوف مامتي بتحطها في التلاجة يعني كل يوم تستعملها إما بتستعمليها بقطنة إما بتستعمليها زي سبري ويسبريت على الوش بالضبط بعد ده؟ بعد ده بتستعملي الكريم المرتب صبح وبالليل برضو يعني لازم يبقى ماشي مع نوع مناسب لنوع بشرتك أيا كانت بقى وبعد كده الصبح من أهم الحاجات الواقي الشمس السانسكرين ده مهم جدا 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 خصوصا نحن في مصر عايشين في بلد طول السنة الشمس هي قوية جدا يعني مهم جدا نحن ما نخرجش من البيت كل ده سهل فيش أي حاجة زيادة يعني ممكن بقى تديكي حاجات تانية عندك الهايلورونيك أسد ده ممكن يتحط قبل الكريم ده بيحافظ على رتوبة البشرة عندك الفيتامين سي الفيتامين سي برضو بيعالج بالنين؟ بيحافظ على البشرة من بقع الشمس بالفيتامين سي بالنين؟ لا فيتامين سي الصبح ده مستخدام فيتامين سي بيستعمل الصبح بس أهم حاجة لو استعملت لازم تحطي معه سان بلونك لا مش تتلاهي 30 فيتامين سي وتتلاهي في الشمس لا وفيه طبعا فيه أنواع سيرمس كتير قوي وفيه أنواع الريتينول مثلا ده بيستعمل بالليل ده علشان الحبوب وممكن علشان يعني يعود الدل عشان يساعد ان البشرة ما تعجزت بدل بالضبط عشان الخطوط اللي موجودة في البشرة وكده بس ده لازم يستعمل في الشتاء وبالليل يعني ما يستعملش في فصل الصيف اللي هو بنروح فيه البحر وبنتلع نقعد نتشمس والكلام ده كله مش مفروض ان احنا نستعمل فيه حاجات كتيرة قوي يعني ممكن احطها لك في النص السنة الديتك أبسط حالة نحنا نخسل وشينا نخسل وشينا ونستعمل التونر الطبيعي اللي هو مية الورد والمرطب وواقي الشمس الصباح بس سارة بشكرك جدا 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 على وجولك معنا نارضة في الترانز واستفدنا كتير جدا 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 وان شاء الله أنا شخصيا مرايب حاجي لان فعلا الواحد تحتاج ان هو يبسط وشه شوية فعلا تنورين في اي وقت مرسي يا سارة وبكايا نكون خلصة حلقاتنا نشوفكم الاسبوع جاي ان شاء الله في حلقة جديدة باي باي